موسيقى من الميادين نشرة اخبارية مفصلة نستهلها بالعنوين القوات الروسية تعيد تموضعها العسكرية في مناطق خيرسون شرق نهر دينيفر وزيلانسكي يؤكد ان كيف تتعاطى بحذر شديد مع الاعلان الروسي سكرتيرو مجلس الامن الروسي يتهم من طهران الاستخبارات الغربية بالتحريض على اعمال الشغب في ايران مركز المصالحة الروسي في سوريا يتهم واشنطن باحتجاز الفي لاجئ في مخيم الركبان وقبيل الطيف الحسكة تدعو الى تصعيد المقاومة ضد الاحتلال الامريكي الجمهوريون يتقدمون على الديمقراطيين في انتخابات التجهيد المصفي للشيوخ والنواب ويتجهون للسيطرة على المجلسين اهلا بكم امر وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو ببدء عملية سحب القوات الروسية من الضفة اليمنى لنهر دينيبر الى الضفة اليسرى في منطقة خرسون واتي قرار شويغو بعد تسلمه تقريرا من قائد القوات المشاركة في منطقة العملية العسكرية الخاصة الذي اقترح هذا التكتيك كضرورة لتعزيز خطوط الدفاع في المنطقة بدأ صحب القوات واتخاذ جميع الاجراءات لتأكد من نقل العناصر والاسلحة والمعدات بشكل امن عبر نهر دينيبر اكد رئيس الاوكراني فدومير زيلانسكي امس ان كيف تتعاطى بحذر شديد مع اعلان روسيا سحب قواتها من مدينة خرسون الواقعة في جنوب اوكرانيا وقال زيلانسكي في كلمته اليومية العدو لا يعطينا هدايا ولا يقدم بوادر حسنينية نحن نفوز بكل شيء بحسب تعبيره مضيفا نحن نمضي قدما بحذر شديد من دون عواطف ومن دون مخاطر لا داعية اليها من اجل تحرير كامل اوكرانيا ولكي نحد باكبر قدر ممكن من الخسائر قالت روسيا انها لا ترى يتقدم حتى الان في تسهير صادراتها من الاسمدة والحبوب المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا قالت ان الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يضعان عراقيلة امام الصادرات الروسية الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يواصلان وضع العراقيل امام تصدير الاسمدة والحبوب الروسية وسنأخذ ذلك في الاعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تمديد اتفاق الحبوب اكد وزير الاستخبارات الايرانية اسماعيل خطيبة اعتقال عدد من الضباط العاملين في اجهزة استخبارات اجنبية والاسيمة ضباط في الجهاز الامني الفرنسي قبل اندلاع اعمال الشغب في ايران خطيب حذر من ان زعزعة استقرار ايران قد ينتقل الى بلدان اخرى كما نبه الى ان طهران تمارس العقلانية والصبر الاستراتيجي لكن لا يمكن ان تضمن استمرار ذلك اذا استمر العداء تجاهها خطيب اكد ان الولايات المتحدة لا تستطيع فتح حرب مباشرة مع ايران لذا تلجأ الى الحروب المركبة ضدها اكد الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي ان تعاون البلدان المستقلة يمثل اقوى رد على استراتيجية زعزعة الامن والاستقرار التي تتبعها الولايات المتحدة وحلفاؤها ولد استقباله سكرتيرا مجلس الامن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف في طهران جدد التأكيد على ان سياسة بلاده المبدئية هي معارضة الحروب بدوره باتروشيف اشار الان البلدان يبذلان جهودا كبيرة لتعزيز التعاون مع ايران في شتى المجالات اكد وزير الخارجية الايرانية حسين امير عبداللهيان ان سياسة بلاده المبدئية والثابتة هي وضع حد للحرب الاوكرانية عبر الطرق السياسية وفي اتصال هاتفيا مع نظيره الايطالي انطونيو تاياني اعرب عبداللهيان عن شكره لايطاليا لادانتها هجوم الشيراز الارهابي من جاربه اكد تاياني ان بلاده ستبذل كل جهودها لتحقيق الاتفاق النووي الذي يؤمن مصالح جميع الاطراف دانت الخارجية الايرانية بشدة بيان مجموعة السبع فيما يخص ايران وعدته محرضا على الشغب في البلاد وفي حديث لوكالة ايرنا قال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني ان هذا البيان التدخلية في وقت يتهرب فيه غالبية اعضاء المجموعة من محاربة الارهاب خلافا لمسئولياتهم الدولية كما اكد كنعاني ان الاتهامات بشأن ارسال مسيرات وصواريخ الى روسيا لا اساس لها من الصحة تغير وجه الاقتصاد الايراني في العقد الاخير من اقتصاد مقاوم للحصار الاقتصاد تمكن من تخطي تبعات الازمات واثارها والتغلب عليها من خلال تعزيز انتاجيته وتطوره عبدالله ظاهر اهلا بكم يقوم النظام الاقتصادي لايران على ثلاثة قطاعات رئاسية القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع التعاوني الذي يضم مؤسسات اقتصادية اجتماعية تعاونية تحتل ايران المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث احتياطيات الغاز الطبعي والمرتبة الرابعة من حيث احتياطيات النفط الخام المثبتة فالبلاد تنتج ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف برميل كل يوم مع سعي للوصول الى اربعة ملايين برميل يوميا بحلول نهاية العام الايراني وبحسب احدث تقرير للبنك المركزي الايراني بلغ النمو الاقتصادي في العام الحالي اربعة في المائة بفاصل اربعة فيما بلغ الحجم الحقيقي للاقتصاد نحو ثلاثمائة وخمسة واربعين مليار دولار وتشير احصائيات المركزي الى ركود حاد في النشاط الزراعي اثر تقلبات موسمية في نمو الصناعة والتعدين في النصف الاول من هذا العام حيث سجل الاستثمار الاجنبي انخفاضا الى اربعمائة وخمسة وثمانين مليون دولار في الاشهر الخمسة الاولى من العام وبعدما عانت من اسوأ موجة جفاف منذ خمسين عاما انخفض اجمالي محصول القمح الايراني الى نحو احد عشر مليون طن وهو اقل من المتوسط السنوي البالغ خمسة عشر مليون طن ارتفاع قيمة الواردات مقابل انخفاض قيمة الصادرات ادى الى عز الميزان التجاري حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة ثمانية في المائة بفاصل اثنين لتصل الى نحو واحد واربعين مليار دولار بصادرات شملت الصين العراق تركيا الامارات وافغانستان سجلت السياحة الايرانية نموا بنسبة اربعين في المائة حيث انفق السياح في العام الماضي نحو مليارين ونصف مليار دولار وبلغت حصة السياحة في اجمالي الاقتصاد الايراني ثلاثة في المائة بفاصل واحد لترتفع الى اربعة في المائة بفاصل واحد عام الفين وواحد وعشرين اخيرا تحتل ايران المركز الاول من حيث نسبة الاستحواذ على الاصول المصرفية الاسلامية في النظام المالي الاسلامي العالمي حيث تمتلك اكثر من سبعة وثلاثين في المائة من الاصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة الاسلامية خلال هذا العام وكان باتروجيف قد التقى نظيره الايراني علي شامخاني حيث اتهم اجهزة الاستخبارات الغربية باداء دور رئيسي في تنظيم اعمال الشغب في ايران ونشر معلومات مضللة عن الوضع في البلاد مشيرا الى ان الولايات المتحدة تسعى الى فرض ارادتها السياسية على الدول المستقلة بدوره داع شامخاني الى انشاء مؤسسات مشتركة بين روسيا وايران للتعامل مع عقوبات غير القانونية وتفعيل قدرات المؤسسات الدولية ضد العقوبات والدول التي تفردها نفذت السلطات الايرانية حكم الاعدام بحق اثنين من اعضاء تنظيم جيش العدل الذي تصنفه ايران ارهابيا على خلفية ارتكابهما اعمالا ارهابية وكالة تسنيم قالت ان العنصرين هما راشد بلوش واسحاق اسكاني مشيرة الى انهما تسببا عام 2016 باستشهاد اربعة عناصر من حرس الحدود الايرانيين وجرح اخرين وذلك في عمليات ارهابية عديدة موضحة انه جر اعتقالهما عام 2017 بينما كانا يتجسسان ويجمعان معلومات في المناطق الحدودية شرق ايران من بين عشرات حضائق الحيوانات الخاصة في ايران يملك علي ردا شرفي الاكبر منها والاندر الحديقة التي تقع في مدينة مالارد غرب طهران وتضم مئة واربعين فصيلا من الحيوانات المفترسة والالفة باتت وسيلة لحماية الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض احمد البحراني علي رضا شرفي كعادته في كل يوم في جولة على حديقة حيوانته اطراف مدينة مالارد غرب طهران هي اكبر حديقة حيوانات خاصة في ايران تجمع الشريس والاليف ويستمتع الزائر باطعام تلك الحيوانات ومدعبتها التجول هنا نزهة واكتشاف وبحث عن فصائل حيوانات استغرق علي رضا عامين كاملين لاستيرادها الى البلاد افتتحت هذه الحديقة عام 2015 واستغرقت سنتين من الجهود لجلب 140 سلالة من الحيوانات المفترسة والاليفة الى البلاد وانفقت نحو مليون دولار عليها واذا كانت الحديقة هذه تضم مجموعة فريدة من النمور والببور والاسود والنسور والدبابة فهي تضم تشكيلة فريدة من الزواحف ايضا حديقة الحيوانات هذه هي الوحيدة في ايران التي تضم الزرافة والحمر الافريقية ايضا وهذه السحلية النادرة سحلية الصحراء الحيوانات في هذه المساحة تحظى بمعاملة خاصة من المشرفين على تربيتها ومن الزوار لكنها طبعا ليست الحياة البرية المفضلة بالنسبة اليها وان كانت هذه الحيوانات تفضل الاستمتاع بالعيش بحرية في بيئتها الطبيعية يقول علي رضا ان حديقته هذا باتت وسيلة لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض في ايران احمد البحراني من مدينة ملاذ الميادين اكد المركز الروسي للمصالحات في سوريا ان مسلحين تديرهم الولايات المتحدة يحتجزون اكثر من الفي لاجئ ان يستخدمونهم دروعا بشرية في مخيم الركبان نائب رئيس المركز اشار الى ان اللاجئين بحاجة ماسة الى الطعام والماء والرعاية الطبية فيما لا يمكنهم مغادرة المخيم من دون دفع اتاوى الى المسلحين كما اكد رفض قيادة التحالف الاقتراح الروسي بالسماح لفريق الخبراء التابع لمركز المصالحة بالتوجه الى المخيم لتقييم الوضع الانساني هناك اكدت قبيلة طي العربية في محافظة الحسكة السورية ضرورة تصعيد المقاومة الشعبية ضد الوجود الامريكي غير الشرعي في المحافظة دعيتان الى استهدافه في كل بقعة يكون فيها وشددت القبيلة على انها كانت وستبقى ركيزة اساسية في محاربة الارهاب بكل اشكاله ومموليه ورعاته وخاصة المحتل الامريكي كما دعت القبائل الاخرى لعدم الانجرار وحضور مؤتمرات هدف الامريكي منها تقسيم القبائل والعشائر وخلق فتنة بينهم فاصل قصير ونعود من جديد اهلا بكم تستمر عمليات فرز الاصوات في الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة حيث يتقدم الجمهوريين في الكونغرس فيما ترجح الاستطلاعات نيلهم الاغلبية البسيطة في مجلس الشيوخ تقدم الجمهوريين في نتائج انتخابات مجلس الشيوخ الذي بات لمصلحتهم حتى الان بواقع تسعة واربعين مقعدا مقابل ثمانية واربعين للديمقراطيين بعدما حسم مقعد اسكنسون للجمهوريين كذلك يتقدم الجمهوريون بمائتين وثلاثة مقاعد في مجلس النواب مقابل مائة وسبعة وثمانين للديمقراطيين موسيقى تحدثت وسائل اعلام امريكية عن الاستعداد لاجراء جولة ثانية من انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية جورجيا وفق ما نقلت عن مصادر في حملتي المرشحين الجمهوري والديمقراطي المصادر قالت ان ذلك يتي نظرا لعدم حصول اي من المرشحين على نسبة تتجاوز الخمسين في المائة من الاصوات بعد فرز ستة وتسعين في المائة منها حيث بات من شبه المؤكد ان المرشحين يتوجهان الى جولة اعادة في السادس من كانون الاول ديسمبر المقبل ارجع رئيس السابق دونالد ترامب الكثير من الفضل الى نفسه لدفعه بعض الاشخاص من الحزب الجمهوري للترشحي ودعم حملاتهم الانتخابية وبعد خروجه من مركز للاقتراع حذر ترامب المرشحين الجمهوريين المحتملين مثل دي سانتس من الترشحي ضده عام 2024 كما دعا لتغيير القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ مشيرا على وجه التحديد الى زعيم الاقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيلا تميز هذا الاستحقاق الامريكي بطابع مختلف بما افرزه من صوابق في الحياة السياسية الامريكية للمرة الاولى في تاريخ البلاد فما ابرز تلك الصوابق ومن هو الجيل زد الذي تقدم الى الواجهة وماذا يمثل واي نمط من الحياة يسعى الى تعميمه ولماذا يتكرر الحديث عن دمقراطية مهددة وكيف وصل الامريكيون الى هذا المسار المحفوف بالخطر كما تقول استطلاعة الرأي في بلادهم فرز صناديق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي الامريكية يكشف عن وجه اخر لحقيقة سلطة بجنحين متناحرين حيث امطت الساعات الحاسمة لظهور النتائج اللي ثام عن صوابق في الحياة السياسية الامريكية استحالت ثقيلة على مسارات تقف فيها الولايات المتحدة على عتبة تحول كبير في التحولات والتحديات التي كشفتها نتائج الانتخابات يختفي ميزان الربح والخسارة بالمعنى الواسع لتغوص الامور في اعماق الصدوع التي بدأت تصيب صميم الشارع الامريكي حيث اظهرت نتائج الانتخابات صعود جيل زد في الولايات المتحدة الذي يمتد ما بين عام 95 الى عام 2013 وهو يختلف عن الجيل الذي سبقه بالاستخدام الواسع للانترنت في سن مبكرة وبالتكيف مع التكنولوجيا والتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي الذي يشكل جزءا كبيرا من حياته الاجتماعية هو جيل لا يخلو من مشاكل تتصل بالعزلة والادمان والعنصرية والقلق الاجتماعي قلق الشارع الامريكي من تحدي فقدان الديمقراطية في البلاد ارخى بظلاله على مزاج المواطن الامريكي حيث اظهر استطلاع لاراء الناخبين لدى خروجهم من مراكز الاقتراع ان نحو 70% من الامريكيين يرون ان الديمقراطية الامريكية في خطر فيما بيان استطلاع اخر ان عنوين التضخم والاجهاد ومكافحة الجريمة والهجرة وحيازة الاسلحة النارية دفعت الامريكيين الى التصويت في الانتخابات الخوف على الديمقراطية الامريكية وجد ارهاصاته بين ثناء الانتخابات حيث تعطل 20% من ماكينات التصويت في انحاء من ولاية اريزونا فيما واجه العديد من الولايات الاخرى صعوبات على صعيد التصويت خوف اعاد الى الذاكرة اتهامات بحصول تزوير في انتخابات العام 2020 اشتركوا في القناة متزايدا في النظام العالمي وعشية جولة تجريها لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ قال جولي انه يتعين على بلادها زيادة نفوذها وتعزيز حضورها العسكري في المنطقة لكنها اوضحت ان سياسة كندا لا ترمي الى خفض التجارة مع الصين ناشطون ضد التطبيع والصهيونية في العاصمة التونسية يوقفون ندوة علمية تتضمن محاضرات عما سمي لغة اليهود التونسيين المحتجون اكدوا وجود محاولات متكررة للاختراق الاسرائيلي عبر مجالات عديدة من بينها البحث العلمي والقضايا الدينية والتاريخية والحضارية تقرير مراد الدنانسي ندوة علمية تحت عنوان اللغات المنسية تتحول الى ساحة نقاش حاد وتبادل الاتهامات حول الحدود بين البحث العلمي والتطبيع الندوة توقفت بعدما اتهم ناشطون في مجال مناهضة التطبيع منظميها بمحاولة تحريك مياه الراكدة وقضايا ترويج لليهودية اكثر من كونها بحوثا تاريخية من دون خلفيات لكن المنظمين ينفون اي علاقة بالتطبيع او الترويج للصهيونية مطالبين بالكف عن التضييق على الحريات الاكاديمية الناس اللي حاضرين هنا جاءوا بشي يسع معوه ويثقفوا مش جاءوا بشي يساندوا اسرائيل ولا بشي يطبعوا مع اسرائيل وكان جاءت واحد معناها بشي يتكلم على التطبيع ويلي يطالب التطبيع كل المشاركين هذي مش يترضوه المتصفح لبرنامج الندوة يلاحظ تضمنها محاضرات تحت عنوين مختلفة كاللغة اليهودية وتونس ارض معاد بالنسبة الى سكان جزيرة سقلية نقول وحنا مرة اخرى في ندوة شنية المصطلحات المستعملة في هذه الندوة مصطلح الأولاني المستفزق يستفزق اللغة اليهودية للتونسيين معنا لغة يهودية احنا احنا طول حياتنا لغتنا وليساننا عربي لغتنا عربية وليساننا عربي جدل جاء بعد سوائعات من تداول صورة اغضبت التونسيين تظهر رئيسة الحكومة نجلاء بودن وهي تتبادل حديثا عرضيا وابتسامات مع الرئيس الاسرائيلي خلال قمة المناخ في مصر احداث اعادت الى الواجهة حقيقة وجود ضغوط على تونس ومحاولات اختراق صهيونية سواء عبر المجال الاكاديمي ام المالي والاقتصادي بقطع النظر عن مضموني هذه الندوة العلمية التي تختلف التقييمات الاكاديمية بشأنها فمن الواضح ان لوبيات داخلية وخارجية تسعى لاحداث نوع من الاختراق الصهيوني لتونس تحت عنوين مختلفة كالتسامح الديني والبحوث العلمية مراد الدلانسي تونس الميادين ناقش مجلس حقوق الانسان في جينيفا للسعراض الدورية الشاملة لحقوق الانسان في تونس حيث قدمت رئيسة الحكومة نجل بودن تقريرا دافعت فيه عن موقف الحكومة في مجال حقوق الانسان وفي مداخلة قالت بودن ان الديمقراطية خيار لا رجعت فيه وان تونس لا تريد دمقراطية هشا تخفي مشاكل عميقة بل دمقراطية تتوفر فيها شروط الاستدامة وعلى هامش الجلسة عقدت منظمات حقوقية تونسية مؤتمرا صحفيا انتقدت فيه بشدة التقرير الذي قدمته الحكومة كما عبرت عن مخاوفها بما وصلت اليه اوضاع حقوق الانسان في تونس الجوانب الخفية لهذا التقرير انه لا يتحدث بموضوعية لما تعيش تونس من انحدار كامل الحريات وللوضع القانوني في تونس نحن في تونس منذ 25 جويل 2021 في نظام حالة استثنائية قرره رئيس الدولة واي نستولى على كل السلطات ولنا نعيش في هذه الحالة الاستثنائية اكثر من سنة ونصف وفي ذل هذه الحالة الاستثنائية وقع تحتيم وتهديم بعد الانجازات كل الانجازات التي حققناها بكل صعوبة منذ الثورة اليوم دعنا المكتب السياسي لحركة انصر الله في اليمن بشدة زيارة سفير الامريكي محافظة حضر موت بيان المكتب رأى ان هذه الزيارة تمثل نشاطا عدوانيا يندرج ضمن الاجندة العدوانية التي تستهدف امن اليمني واستقراره ووحدته كما اكد رفض الشعب اليمني اي نشاط امريكي تجاه اليمن اكان معلنا او غير معلن مشددا على وجوب انصياع واشنطن لارادة الشعب اليمني ولحقه المشروع في تحقيق الاستقلال بعيدا من اي وصاية ووقف العدوان ورفع الحصار ووقف التدخلات الاجنبية منتجات غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية تغزو الاسواق اليمنية ما اثار المخاوف في اوساط اليمنيين والاسيما بعد ضبط حكومة صنعاء معاملة لتصنيع المواد الغذائية التالفة احمد زبيباح المخاوف في اوساط اليمنيين تتصاعد مع انتشار منتجات غذائية تالفة ومنتهية الصلاحية في الاسواق وهي مصنعة داخليا لكن من دون رقابة حكومية ولسيما بعد ضبط معاملة لتصنيع المواد الغذائية التالفة وتدويرها هي حرب من نوع اخر يخوضها اليمنيون وتستهدف صحتهم على نحو مباشر دعوتي للتاجر مباراة لذمة ان يتق الله في ما ينزل إلى السوق من مواد استهلاكية تالفة وهذه مردودها برجع المواد الضائف من امراض خضيرة لا قدر الله القدرة الشرائية للمواطن اليمني خفضت لاكثر من 60% خلال سنوات الحارب وهي احد الاسباب الرئيسة لاتجاه الناس نحو السلع الرخيصة الاقل امانا وجودا مواطنون يرون ان ضبط بوابة توفر السلع الامنة باختلاف اسعارها هو من مسؤولية الدولة ضروري الدولة وتحركها وزارة الصناعة ضروري تعمل رقابة وضروري في الانتاج بعض الزبون لما يجي يشتري حاجة يكون امي ما يقدرش يقرأ التاريخ الاسواق اليمنية تمتلئ بالسلع التجارية المختلفة وبكميات كبيرة واغلبيتها مجهولة المصدر وهنا يكمن دور مؤسسات حماية المستهلك في التحقق من صلاحيتها غير انها مؤسسات لا تملك الامكانات اللازمة للقيام بدورها كما تقول هنا كإدارة عامة لحماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة ليس لدينا اي دعم مطلقا الدعم محدود جدا لا يتجاوز عن الحافز الشاهي الذي يستلمه الإدارة بموظفها لدينا كادر فقط متواضع لكن لدينا فروع على مستوى مكاتب الوزارة بالأمانة والمحافظات ونتمنى من القيادة السياسية ونتمنى من وزارة الصناعة والتجارة يضم دعم هذه الإدارة يواجه اليمنيون سيلا من البضائع والسلع المنتهية صلاحيتها فبسبب الحرب السعودية فقدت مؤسسات حماية المستهلك دورها رغم الدعوات إلى تفعيل معايير الجودة والسلامة لكل البضائع المنتشرة في الأسواق أحمد محمد زبيب صنعاء الميادين حذرت المقررة الأممية الخاصة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور من أن الحقوقية السعودية المعتقلة محمد القحتاني يمر بوضع مقلق مشيرة إلى أن عائلته لا تملك أي معلومات بشأن مصيره وفي بيان قالت لولور إن القحتاني يحتجز بمعزل عن العالم الخارجي دعية سلطات السعودية إلى إبلاغ أسرته بمكانه السماح لها ولمحاميه بالوصول إليه نظمت منظمات حقوقية بحرينية معرضا للصوري أمام مقر الأمم المتحدة في جينيذ بالتزامن مع مناقشة أوضاع حقوق الإنسان في البحرين حيث وجهت دول عديدة انتقادات إلى السلطات البحرينية بسبب انتهاكات حقوق الإنسان والسمرار تنفيذ أحكام الأعدام بحق سجناء الرأي والمدافعين عن حرية التعبير عن الرأي قدمت 92 دولة توصيات عديدة لامست الانتهاكات الجسيمة التي حصلت في البحرين وقدمت التوصيات لحلحلة هذه الانتهاكات إقامة هذه المعرض وفي هذه الساحة المهمة وفي هذه البقعة الجغرافية أمام قصر الأمم له دلالات هذا المعرض شاهد بأن هناك تحرك لدى المنظمات الحقوقية لكي يبرزوا حراك شعب البحرين من خلال الصور المتعددة التي عكست أولا الحضور الجماهيري التي كانت في الشوارع في ذاك الفترة كيفية استهداف العزل من المواطنين عرض صور عدد من الذين قتلوا خارج إطار القانون فاصل ونواصل من جديد أهلا بكم ترقب سياسي وشعبي لانطلاق الحكومة العراقية في عملها والبدء بتطبيق برنامجها الوزاري فهل ستصعب الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية الشائكة من مهمتها وهل يسهمه الدعم الداخلي والدولي الذي تحظى به في نجاحها هذا التقرير لمحمد الفهد يترقب العراقيون تطبيق حكومتهم الجديد برئاسة محمد الشيع السوداني برنامجها الوزارية وعلى رأسه مكافحة الفساد والعلاقات الخارجية وملف الطاقة ومعالجة الإشكاليات الاقتصادية والخدمية فضلا عن ترميم الثقة بين الأفريقاء الفرصة سانحة للسوداني للمضي قدما بحسب ما يرى مراقبون ولا سيما في ظل حالة الهدوء السياسي السائد وعدم الاعتراض على بعض التغييرات في المناصب التنفيذية والإدارية الرجل لديه خبرة في إدارة حيئة مستقلة مثل المسالة والعدالة كان على رأستها بالوكالة ولديه أيضا باع طويل في إدارة الوزارات وزارة العمل وزارة حقوق الإنسان وكذلك حتى التخطيط بالوكالة إذن لديه معرفة قانونية أيضا وكذلك ما يريده الشارع الملفات الشائكة والمعقدة سياسيا واقتصاديا وأمنية ستضع حكومة السوداني أمام مهمة ليست باليسيرة وربما تكون محفوفة بالمصاعب بحسب المراقبين لكن الدعم السياسي الذي يحظى به داخليا فضلا عن الدعم الأممي والدولي من العوامل التي قد تسهم في نجاح هذه الحكومة وإيفائها بالوعود التي قطعتها على حكومة السيد السوداني أن يضع بعض العراقين وبعض الشروط وكذلك بعض الموانع من استمرار ظاهرة الفساد الإداري والمالي ومن ثم فتح الملافات وعلى الرغم من عدم تسجيل أي زيارة خارجية لرئيس الحكومة حتى الآن يواصل السودان اجتماعاته شبه اليومية مع سفراء الدول العربية والأجنبية في بغداد لإيصال رؤية الحكومة المستقبلية ومنهاج إدارة الدولة القوى السياسية العراقية باتت على ما يبدو تعول على البرنامج الحكومي لالتقاط أنفاسها بعد عام من السجال السياسي الذي كاد يطيح السلم الأهلي فهدوء الشارع يعني استعادة فرصة بناء الثقة بين هذه القوى والجمهور تمهيدا للمرحلة المقبلة يقول المراقبون محمد الفهد بغداد الميادين أعلن الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون أن الاستراتيجية الفرنسية الجديدة في أفريقيا ستكون جاهزة في غضون ستة أشهر مؤكدا خلال عرضه الاستراتيجية الفرنسية الدفاعية الجديدة في مدينة تولون إنهاء مهمة قوة برخان في أفريقيا يجب أن تكون تدخلاتنا محدودة أكثر من حيث الوقت ومن البداية لا ننوي الاستمرار بالمشاركة في العمليات الخارجية من دون أي سقف زمني ولهذا السبب قررت بالتشاور مع شركائنا إطفاء الطابع الرسمي اليوم على نهاية عملية برخان شهدت اليونان احتجاجات على ارتفاع الأسعار تطورت إلى مواجهات مع الشرطة وألقى محتجون زجاجات مولوتوف وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع على وقع إضراب لجميع القطاعات الحكومية والخاصة هذا وتوقفت الحركة في بلجيكا بأكملها بسبب إضراب وطنيا احتجاجا على تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وقد استجابت لهذه الدعوة المطارات ووسائل النقل العمومية والشرطة والمستشفيات والشركات إيطاليا ترفض استقبال المئات من المهاجرين في موانئها وفرنسا وألمانيا تنددان بالخطوة الإيطالية فيما استجال على ملف المهاجرين يعمق الشرخ بين دول الاتحاد الأوروبي الذي بدأت تتكشف ملامحه منذ بدء الحرب في أوكرانيا طويلة وقاسية باتت أيام ولاية للانتظار على شواطئ البحر الأبيض المتوسط المئة من المهاجرين ينتظرهم مصير مجهول مع رفض إيطاليا رسوى سفنهم على موانئها سفن انقاذ عديدة تقف منذ أيام قبلة شواطئ إيطاليا في انتظار تراجع السلطات الإيطالية عن قرارها بإغلاق موانئها أمامها وسط تنديد فرنسي وألماني الحكومة الفرنسية شددت على ضرورة رسو السفن الإنسانية في المياه الإيطالية وفقا للقوانين البحرية الدولية معتبرة أن الموقف الإيطالي غير مقبول وأن مسؤولية استقبال المهاجرين تقع على عاتق إيطاليا وسط محادثات ديبلوماسية بين باريس وروما تحدد مصير السفن العالقة تتمسك الحكومة الإيطالية الجديدة برئاسة جورجيا ميلوني بوقف مراكب المهاجرين من عبور البحر الأبيض المتوسط وهي التي وعدت قبل فوزها بالانتخابات بوقف مراكب المهاجرين من نقاط المغادرة غير الشرعية ووقف تهريب البشر الخلاف بين دول الاتحاد الأوروبي على استقبال المهاجرين يصلط الضوء على شرخ داخل التكتل الأوروبي وعلى خطر يهدد بتفككه وهو سجال لا يقدم جديدا في مشهد الانقسامات الأوروبية مع قائمة خلافات تظهر تباعا بين دول الاتحاد ولسيما عقب الحرب في أوكرانيا وما نتجت عنه من أزمة في الطاقة وتضخم يدفع ثمنه الأوروبيون أعلنت مجموعة ميتال مالكة لشركة فيسبوك أنها ستسرح أكثر من أحد عشر ألفا من الموظفين لديها وفي رسالة إلى موظفين التارى رئيس المجموعة ماركا زوكربرغ أن هذه الخطوة هي الأصعب في تاريخها وقال أنه يريد أن يتحمل المسؤولية عن هذه القرارات وعن كيفية الوصول إلى هذا الوضع مقدم نسفه على نحو خاص إلى من تأثر بهذه القرارات الأمطار للغزيرة في غزة فضحت حالة البنية التحتية المتهالكة والمترهلة من جراء الحصار الإسرائيلي الذي يمنع ادخال الكثير من مواد البناء وقد أدت الأمطار التي هطلت في الأيام الماضية إلى غرق عشرات الشوارع والمنازل وتشريد عدد من العائلات أحمد غانم هكذا أضحت شوارع القطاع ملاذا لمياه الأمطار بعدما عجزت شبكات الصرف الصحي عن استيعاب الكميات الكبيرة حيث غمرت المياه الشوارع والأزقة وأدت إلى تخريب أساساتها ولكن الأخطر أن عشرات المنازل في بعض المناطق كالمخيمات كانت هي الأخرى عرضة للغرق ما أدى إلى تشريد العديد من العائلات والتسبب بخسائر مادية كبيرة وين المسؤولين؟ مين يريد يعوضنا؟ مين يريد يعطينا حقوقنا في هذا؟ مين يريد ركبنا عداد؟ حقه مبلغ وقدره حيطة وقعت مبلغ وقدرها هي الحيطة الوحيدة التي حمينا من المياه الأمطار كل سنة على هالموال كل سنة على هالملوال بلديات القطاع قالت أن الأزمة مردها إلى ترهل البنى التحتية بفعل الحصار والدمار نتيجة الاستهداف المباشر والممنهج خلال الحروب المتلاحقة على غزة وحذرت من استمرار التأخر في عملية إعادة إعمار البنى التحتية المتضررة مطالبة بتمويل طارئ لاحتواء الأزمة قبل أن تتسبب بكوارث أكبر بلدية غزة بحاجة لما يزيد عن 20 مليون دولار لإعادة إعمار البنية التحتية في مدينة غزة والمتضررة بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وخاصة العدوان الإسرائيلي في عام 2021 نحن أمام كارثة حقيقية في حال لم يتم البدء بعملية إعادة إعمار قطاع غزة ولا يزال الاحتلال يمنع إدخال الآليات والأدوات المتقدمة إلى القطاع ومنها قطع الغيار الخاصة بالصيانة تحت حجج أمنية واهية تراجع المنح والمساهمات الدولية زاد في عجز البلديات عن القيام بتنفيذ مشاريع استراتيجية للبنى التحتية أحمد غانم غزة الميادين تذكير بالعنوين القوات الروسية تعيد تم وضوعها العسكرية في مناطق خيرسون شرق نهري دينيبر وزيلنسكي يؤكد أن كييف تتعاطى بحذر شديد مع الإعلان الروسي سكرتير ومجلس الأمن الروسي اتهموا من طهران الاستخبارات الغربية بالتحريد على أعمال الشغب في إيران مركز المصالحة الروسي في سوريا يتهم واشنطن باحتجاز ألفي لاجئ في بخيم الركبان وأقابلة طيف الحسكة تدعو إلى تصعيد المقاومات ضد الاحتلال الأمريكي الجمهوريون يتقدمون على الديمقراطيين في انتخابات التجهيد النصفي للشيوخ والنواب ويتجهون للسيطرة على المجلسين للمزيد من الأخبار والتقارير زوروا صفحات الميادين على الإنترنت الميادين دوت نت باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية دمتم في حفظ الله ورعايته إلى اللقاء اشتركوا في القناة